معا نجدد ماضينا في هذا الشعار انطلق مهرجان المالح في دورته الرابعة بحضور محبي وعشاق المالح بأنواعه المختلفة التي عرضت هنا في المهرجان في مدينة دبل حصن التي اشتهرت بصناعة هذه الأكلة التراثية التي تعد من موروثها الشعبي مهرجان ممتاز يحافظ على الموروث الشعبي في صناعة المالح يعلم الأولاد الجيل الحالي بكيف كان أبوهم يصنعون المالح هذا الموروث الذي خلف من جيل إلى جيل فبالفعل أنا شاهد حضور متميز مشاركة متميزة من كذا جهة في هذه المدينة هذا طبعا المهرجان هو دعم للموروث البحري في المنطقة أو دعم للصيادين التي هذه مهنة من مهن الصيد وكذلك الحفاظ على هذا الموروث وتشجيع وتسويق منتج المالح على إمارات الدولة على جميع المناطق البرامج راح تكون متنوعة من الفترة الصباحية والفترة المسائية ما عدا يوم الجمعة راح يكون في الفترة المسائية إن شاء الله الجديد في المهرجان اطلع بعض المشاريع اللي قامت فيها البلدية اللي هي تخص مشروع المالح وراح يطلع عليها الجميع الجمهور ندعو الجميع أنه يكون متواجدوا إيانا في هذا المهرجان يهدف هذا المهرجان إلى تعريف الناس بهذه الأكلة الشعبية القديمة والترويج لها من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان ليس هذا فحسب بل كان للأسر المنتجة ركن لعرض أنواع مختلفة من الأسماك المجففة مثل السحنى والسحال والقاشع بالإضافة إلى ورشة لتعليم كيفية طهو المالح بطرق عديدة وشهدت أيضا هذه الدورة من المهرجان مستجدات عدة أبرزها مشروع مخازن المالح المهرجان حاليا نحن لأول مرة نعرض مشروع مبنى مخازن المالح المشروع تم تصميمه من قبل بلدية مدينة دبال حصن وراح يتم تنفيذه من قبل دائرة الأشغال العامة المشروع عبارة عن دور أرضي مكون من 24 مخزن مساحة كل مخزن 5 متر في 8 متر طبعا احتياجات المالح بسيطة فنحن الخدمات اللي وفرناها في المشروع عبارة عن تهوية لكل مخزن مع إضاءة يأتي تنظيم هذا المهرجان سنويا في مدينة دبال حصن ليتيح لزوار المدينة وقاطنيها فرصة لشراء المالح والمنتجات البحرية في ساحة وبقعة واحدة بأنواع مختلفة وأسعار متفاوتة مع بدء موسم المالح ها هو مهرجان المالح ينطلق لمحبي الأكلات البحرية وللرغبين بالتعرف على طريقة صناعته وأنواعه لأخبار الدار هويد الشرقي من دبال حصن ترجمة نانسي قنقر